السلام عليكم ورحمة الله نعطيكم العافية سابع اليوم ان شاء الله رح نكمل درس الفقاريات اليوم رح نبلش ان شاء الله في البرمائيات نتذكر ايش اخدنا المرة الماضية درسنا اول نوع من البرمائيات اللي هي الاسماك وحكينا ان الاسماك تعيش في الماء وتتنفس بالخياشين ويغطي جسمها القشور وحكينا تتكثر في البيت وإلى تركيب بارز سميناها الزعانف الهدف منها تمكنها من الاندفاع الى الامام والحركة والاتزان هذا كله اخدنا المرة الماضية عن الاسماك اليوم ان شاء الله رح ناخد المثال الثاني على الفقاريات وهي البرمائيات البرمائيات لاحظة شو حكيت يتأسابع بر ومائيات البرمائيات بتعيش اول مراحلها في البر بعدين بتعيش في الماء كلمة برمائيات تمام خصائص البرمائيات تعيش اول حياتها في الماء وبعدين على اليابسة اذا كمان مرة ثاني مثال على الفقاريات اللي هي البرمائيات خصائص البرمائيات أول شيء من كلمة برمائيات تعيش البرمائيات مراحل حياتها الأولوين في الماء وبتتنفس وين بالخياشيم وعند البلوغ وين بتنتقل لليابسة وتتنفس بالرئتين إذن خصائص البرمائيات تعيش البرمائيات مراحل حياتها الأولوين في الماء وتتنفس بأشياء سابع بالخياشيم عند البلوغ رح تنتقل لليابسة ولكن تنتقل لليابسة رح تتنفس بالرئتين إحنا بنحكي سابع عن البرمائيات مثال عليها الضفدة الضفدع أول مراحل حياتهم بتكون هاي المراحل الأولى في الماء أول ما يعيش عنا بيكون عنا في الماء وبتنفس بالخياشي وبعدها في المرحلة الثانية بيصعد على اليابسة وبتنفس بالرئتين عند البلوغ طبعا ينتقل اليابسة ويتنفس بالرئتين إذن الخاصية الأولى من خصائص البرمائيات تعيش البرمائيات حياتها الأولى وفي الماء وتتنفس بالخياشي عند البلوغ تنتقل اليابسة وتتنفس بالرئتين الخاصية الثانية للفقهريات البارمائيات بجلد رطب يساعد على الحصول على كمية كافية أو إضافية من الأكسجين. تمتاز البرمائيات بجلد رطب هذا الرطب episodes بخليها عندها قدر على امتصاص كمية أكبر من الأكسجين. أمثل على البرمائيات هي الضفاتة. إذن البرمائيات أول خاصية لها من كلمة برمائيات برمائيات إذا ما تعيش في البر و بتعيش في الماء. أول حيات راح تقضيها في الماء راح تنفس بالخياشين عند البلوغ و ans تنتقل لليابسة والكائنات الحية التي تكون على اليابسة تتنفس بإيش بالرئتين أما اللي في الماء تتنفس بالخياشيم عشانيك حكينا المرحلة الأولى في الماء تتنفس بالخياشيم عند البلوغ لما تنتقل لليابسة تتنفس بالرئتين بماذا تمتاز البرمائيات تمتاز البرمائيات بجلد رطب تمتاز البرمائيات بجلد رطب يساعدها على الحصول على كمية إضافية من إيش من الأكسجين تمتاز بجلد رطب يساعد على الحصول على كمية إضافية من مين الأكسجين أمثل على البرمائيات الضفادة هذه الضفادة مثال على البرمائيات المثال الثالث على الفقاريات الزواحف 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 إلى خصائص برضو بتختلف عن الكائنات الأخرى أو الحيوانات الأخرى اللي درسناها تمتاز الزواحف بجلد مش رطب هاي المرة جاف جلد قاس وجاف تغطي أجسام الزواحف إشي منسميه حراشف مثل ما إحنا شايفين هذا مثال التمساح والتمساح مثال على الزواحف ماذا يغطي جسم الزواحف نشوف إحنا مثل ما إحنا ملاحظين نحكي عنه حراشف حراشف على شكل حرشفي ما أهمية هذه الحراشف تمنع فقدان الحيوان للماء وتؤمن له الحماية يعني يا سابع بعمل على الحفاظ على كمية كبيرة ذكروا تخزين من الماء وتعطيها حماية برضو من الأجواء أو من الأعداء أو من أي شيء خارجي تعيش الزواحف وان بتعيش دائما على اليابسة تتنفس شو حكينا على الكائنات التي تعيش على اليابسة بالريئتين طريقة التكاثر بالبيت تتكاثر الزواحف بالبيت هلا في عنا بعض الزواحف تمتلك أطرافها للحركة مثل التماسيح شو يعني أطراف للحركة شايفين الأطراف الموجودة عندنا هاي التي تساعدها على الحركة وبعضها يفتق للأطراف مثل الحية الحية يا سابع ما لها أطراف للحركة الحية هي عبارة عن يعني الجسمها بتكوى من إيش زي أسطواني واحد بيكون بمشي هذا من يسمي الحية لا تمتلك إلى أي نوع من أنواع الأطراف رح أرجع أعيد خصائص الزواحف تمتاز الزواحف بجلد قاس وجاف هلا حكينا على البرمائيات إنه رطب أما هون الزواحف جاف ماذا تغطي أجسام الزواحف حراشف شو بتغطيه الحراشف طب هاي الحراشف شو فأدتها بتساعده على الحفاظ على كمية الماء الموجودة فيه والحماية أين تعيش الزواحف على اليابسة يعني بسألكم يا سابع أين تعيش على اليابسة طريقة التنفس أكيد مش بالخياشين بالريئتين وتتكاثر بالبيت تتكاثر بالبيت هلأ مثال على زواحف تمتلك أطرافها للحركاء التمساح بعضها الذي يفتقل الأطراف يعني مثال على زواحف تفتقل الأطراف مثل مين؟ الحية تمام يا سابع هذا كل شيء اليوم عن الزواحف وعن البرمائيات رح نأخذ رح أرجع أعيد خصائص البرمائيات سريع تعيش البرمائيات مراحل حياتها الأولوانية سابع في الماء وتتنفس بايش بالخياشين عند البلوغ رح تنتقل على اليابسة وتتنفس بالريئتهم جلدها ايش رطب ليش بساعدها على الحصول على كمية إضافية من الأكسجين يعني بساعدها على تخزين كمية كبيرة أمثل عليها الضفادع بعدين أخذنا الزواحف حكينا الزواحف تمتاز بجلد قاس وجاف شو بتغطي أجسام مع حراشف هاي الحراشف الموجودة عندي في الزواحف إيش أهمية هاي الحراشف تمنع فقدان الحيوان للماء وتؤمن له الحماية أين تعيش الزواحف؟ تعيش الزواحف على اليابسة تتنفس الزواحف بالريئتين وتسكاتر بالبيض أمثل على الزواحف تمتلك أطراف للحركة التماسيح التي تفتقر الأطراف الحية سابع نكتب هذا التلخيص على الدفتر وبعد سوري على المنصة وإن شاء الله نشرحه مع بعض بحصة الزوم ويعطيكم ألف عافية